الشيخ أبو سلطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ألا بسمحتي الشيخ يا حاج وعد أين يعني صار لي تقريبا إدعش سنة طارح هذا السؤال عليكم وما ولا حياة لمن تجي أوقف أوقف تذاب برنامجنا ما صار له داع السنة هي تذاب شوف أخواني أحنا ما صار يعني نسوي البرنامج جيدا على السنة وين تقول صار لي داع السنة طارح هذا السؤال يلا هاي الأولى أنا سامحني بس أنا تدري ألاطفك لأنه أنت مكرم عندي فلكن أبو سلطان الله يبارك بك خلي يكون حوارنا علمي صار لي داع السنة يعني أنت تريد تقول أنه أنا الذي أطرح الأسئلة ولا يوجد إجابة والمدة طويلة وأنا أعجزتهم لمدة أحد عشر عاما هو يقول شان شيعي وصار سني شان من داع السنة والله ما أعرف فيا أخ أبو سلطان شيخنا الحبيب شيخنا شيخنا الحبيب خلينا من هاي العضلات الله يبارك بك والله أنا أنا إنسان أريد أتعلم منك إذا عندك أريد أتوابه أنا ما أريد أقول أنا أعلم وأنت ما تعلم الله يبارك بك الله يرحم والديك تفضل السؤال هو من أنتم من أين أتيتم طيب الجواب اسمع الجواب إذا تقول من أنتم كمجموعة أنا وعد الله ميميثم الموسى وأبو كريم وكذا من أنتم كمجموعة أنا اسمعنا من أين أتينا أتينا أنا أمي ولدت من أم وأب هذا من أين أتينا أما إذا كنت تسأل عن المسألة العقدية من أنتم نحن شيعة محمد وأهل محمد الطيبين الطاهري من أين أتينا أتينا من قول النبي صلى الله عليه وآله الذي اتبعناه تركت الأخ قبل قليل يا علي أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة وذا تريد الآن أفتح لك كتاب الصفار في البصائر وأقرأ لك الروايات فنحن شيعة محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وأنتم شيعة معاوية ويزيد ابن معاوية وهذه عقائدنا وهذه الساحة بكل أدب واحترام نشوف الغلبة لأولاد علي ولا لأولاد هند نشوف الغلبة لأولادي علي أم لأولادي هند فأبن علي بن أبي طالب مع أبن هند اتفضل الآن موضوعنا ما اسمع راح أسيلك عن هذا الحديث اللي يفافحين الآن الموضوع الآن سألت سؤال اللي سأله هذا محمد رشيد رضا سأل سؤال حول موضوع قال إنه هذا موضوع الجساسة والدجال هذا من الخرافات أنت تعتقد أنه من الخرافات ولا تعتقد فيه ودينا لك فضل الآن نشوف يا حاج وعد أولا خرينا نثبت العرش ثم ننقش أنتم تريدون أن تبنون عقيدتكم على أنقاض عقيدتنا والله أسئلتك كلها باطلة لأننا نحن عقيدتنا بنا على الجساسة عقيدة ودين أتحداك أن تأتني أحسن قبلت 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 وقال أتحداك أن تأتي أنا لح أضرب على الأنترنت زين إنها عقيدة أو لا أنا أضرب على الأنترنت الآن شوفوا إخوان هذا الآن هذا موقع بن باز هذا موقع بن باز أمامكم الأخوة اللي على التكتوك هذا موقع بن باز لايف يعني أولاين أمامكم شوفوا الآن يقول سمعنا عن قومي يا جوج وما جوج في القرآن الكريم فما موقفكم الحالي في عالمنا المعاصر وما دورهم فيه الجواب هم من بني آدم لأنا اللي يهمني هذا الموضوع بعد أن جاب هم من بني آدم يخرجون في آخر الزمان ومعرف إيش إلي إلى آخره ثم ماذا قال قال بعد ذلك قال ويتحصن منهم عيسى عليه الصلاة والسلام والمسلمون لأن خروجهم في وقت عيسى بعد خروج الدجال وبعد قتل الدجال إذن عقيدة يا جوج وما جوج القرآنية مقرونة بعقيدة عيسى عليه السلام والدجال هذا الأمر الأول الأمر الثاني العقيدة الثانية لحظة العقيدة الثانية اللي هي عقيدة ابن باز أيضا في قضية الدجال اللهم صلي على محمد وآل محمد الآن أنا الآن أنا أقرأ لك حديث ابن باز اللهم صلى على محمد وآل محمد أي هذا السؤال سمعوا أخوان هذا موقع ابن باز أيضا يقول يوجد لدينا رجل ينكر المسيح الدجال والمهدي الآن نحن مو موضوعنا المهدي ولا عيسى عليه السلام لأنه سهل على عقيدة الدجال فأنا أركز على ما سهل عليه ينكر الدجال ماذا قال؟ قال هذا الرجل الجواب هذا الرجل يكون كافرا نعوذ بالله سؤال لكم أيها العقلاء إذا هذه عقيدة إذا هذا الأمر مثل كيلو الطماطئ ثلاثة بربع يقول نحن ما نرتب عليها مثل كيلو الطماطئ ثلاثة بربع شلون ثلاثة بربع وهو كافر يعني إذا عقيدة مثل ما واحد يركب تكسي مثل ما واحد شلون على ضوء هذه العقيدة أن أكفر يصير أكفر على شيء ما هو من عقيدتي شنو يعني كافر يعني أخرجه من الإسلام إلى اللا إسلام في عقيدة ما لا يهمية بسيطة ما لا قيمة ولكن أنا أكفر تكفيري تكفير تكبير ماذا يقول؟ يقول وفي خروج الدجال في آخر الزمان ثم ماذا يقول؟ ومن أنكر هؤلاء الثلاثة أنواحد منهم فقط كفر نسأل الله العافية ذا تنكر الدجال المسيح والمادي عليه السلام أنت كافر يتصل بي الآن إنسان يقول إحنا ما نرتب أثرا على هذه المسألة لكن نكفر الناس على ضوئها يعني أنا أكفرك حلال الدم ويبيح دمك ويأخذ مالك ويغزوك ويسوي لك ومعرف إيش على عقيدة شأنه الثلاثة كيلوات طماطعية لكن تكافر يخدعونكم يضللونكم المهد يصنف في الكتب العقدية أنا أسألك سؤال أنت لما تاخذ كتاب فقي أفرض على الصلاة والصوم تجد عنه قضية المهدي لا المهدي وين يصنف؟ يصنف الأمور العقدية واحد الضربة الأخرى اسمع يا حبيبنا الغالي سماحة الشيخ أبو سلطان الضربة الأخرى أنا نسيت أطلع للأخوة لحظة بالتكتوك لحظة لحظة لأن أنتم ما أريتكم أنا كنت أقرأ من هذا الموقع أخواني أمامكم الموقع أقرؤوا الآن الضربة الأخرى وأنا أرجو من الأخوة السنة العقلاء أنه يتفكر فيما أقول طيب بالإجماع بالإجماع سنة وشيعة أنه النبي صلى الله عليه وعلي قال الخلفاء 12 هذا بالإجماع خلفاء 12 اللي يقول لا أرميه بالبخاري ومسلم وكتب ابن عثيمين بس يتنفس بس ترفع راسك أرميك بهذه الكتب فما ما تقدر قلوا سلم لك يا وعد يا الأمن بالإجماع إنه الخلفاء 12 سؤال العقيدة لما أنا أؤمن بخلافة أبي بكر وأؤمن بخلافة عمر وأؤمن بخلافة عثمان وأؤمن بخلافة علي بنبي طالب وأنا سن إيماني بعقيدة هؤلاء الصحابة ثلاث كيلوات طماطع ولا هذي عقيدة جواب عقيدة والدليل على ذلك أنتم تكرهون الروافض لأن ما يؤمنون بخلافة أبي بكر وتقولون أن الرافض زنديق لأنه ينتقص من أبي بكر وأحمد بن حنبل استدل بي يعجب الزراع ليوغيظ بهم الكفار على أنهم كفار الآن السؤال إذا كانت هذه عقيدة واحد من هؤلاء الخلفاء هو الإمام المهدي مثل خلافته مثل خلافة أبي بكر مثل خلافة عمر مثل خلافة عثمان مثل خلافة علي عندكم فلماذا تأتي وتقول لي أن هذه ليست من العقائد وعقيدة وعقيدتكم في خلافة أبي بكر تعتبر من أصل العقائد بل أن ابن تيمية ماذا قال؟ ابن تيمية والراحة ابن تيمية ابن تيمية آه هذا الكتاب هذا كتاب مجموع الفتاوى مجموع الفتاوى لابن تيمية الكتاب أمامكم على الشاشة أخواني مجموع الفتاوى لابن تيمية ماذا يقول؟ صلوا على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المهدي ولي أمر ولا لا؟ يملأ الأرض قصة وعدلة قبل قليكم قالوا ولي أمر شوف أخواني ماذا قال؟ شوف أخواني هذا كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية وأنا هنا أقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية وأقرأ من الطبعة المحققة بأنور البازو عامر الجزار يقول ابن تيمية فالصفحة ستة عشر ومائتين يقول يجب يجب عيدة يا وعد يا لامي يجب وهذا يقول لا طبيعية هو يقول يجب 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 أخواني كتبونا يجب كتبونا يجب يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس اللي منهم المهدي لأن الخلافات عشر ومنهم المهدي يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين أعظم واجبات الدين المهدي المهدي من أعظم واجبات الدين بل لا قيامة للدين أبداً ما في دين إذا ما في مهدي لا قيامة للدين ولا للدنيا إلا بها يجب يجب أولا قيامة للدين من ولي الأمر خلافاء أثناء عشر أبو بكر عمر ما عرف هاش آخره من المهدي لأن المهدي لابد أن يكون منهم لين ليش الدين عزيز ودليل عزة الدين أنه يملأ الأرض قسطاً وعدلة فيعني نشر الدين ملأ الأرض كلها قسطاً وعدلة فهذا فعلاً عزة الدين بالإمام المهدي عليه السلام ونحن في هذا المجال أأخذ بأسماعكم إلى دقائق إلى الإمام السجاد عليه السلام أنا أستغل هذه الفترة حتى تستمعون إلى كلام للإمام السجاد سلام الله عليه أليكم كلكم الصلون على محمد وآل محمد وتشوفون رقة عذوبة روعة كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام يقول الإمام السجاد سلام الله عليه سبحانك ما أضيق الطرق على من لم تكن دليله سبحانك ما أضيق الطرق على من لم تكن دليله وما أوضح الحق عند من هديته سبيله إلهي فأسألك إلهي 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 فاسلك بنا سبل الوصول إليك وسيرنا في أقرب الطرق للوفود عليك قرب علينا البعيد وسهل علينا العسير الشديد وسهل علينا العسير الشديد والحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون وبابك على الدوام يطرقون في الليل والنهار يعبدون وهم من هيبتك مشفقون الذين صفيت لهم المشارب وبلغتهم الرغائب وأنجحت لهم المطالب وقضيت لهم من فضلك المعارب وملأت لهم ضمائرهم من حبك ورويتهم من صافي شربك فبك فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلوا ومن كأقصى مقاصدهم حصلوا فيا من هو على المقبلين عليه مقبل وبالعطف عليهم عائد بالفضل وبالغافلين عن ذكره رحيم رؤوف وبالغافلين عن ذكره رحيم رؤوف وبجذبهم إلى بابه ودود عطوف أسألك أن تجعلني من أوفرهم منك حظا وأعلاهم عندك منزلا وأزلهم من ودك قسما وأفضلهم في معرفتك نصيبا فقد انقطعت إليك همتي فقد انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي فأنت لا غيرك مراد يا الله فأنت لا غيرك مراد ولك لا لسواك سهري وسهادي ولقاءك قرة عيني ووصلك مني نفسي وإليك شوقي وفي محبتك ولهي وإلى هواك صبابتي ورضاك بغيتي ورؤيتك حاجتي وجوارك طلبي وقربك غاية سؤلي وفي مناجاتك روحي وراحتي ربي في مناجاتك روحي وراحتي وعندك دواء علتي وعندك دواء علتي وشفاء غلتي وبرد لوعتي وكشف كربتي فكن أنيسي في وحشتي ومقيل عثرتي وغافر زلتي وقابل توبتي ومجيب دعوتي وولي عصمتي ومغني فاقتي ولا تقطعني عنك ربي لا تقطعني عنك ولا تبعدني منك يا نعيمتي وجنتي ويا دنيايا وآخرتي ويا أرحم الرحمين يا رب العالمين اللهم من يسمع صوتي اللهم أنزل عليه النعم وأسبغ عليه النعم ظاهرة وباطنة اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأن تراض عننا من كان مريضا اللهم شافي بشفائي اللهم رد كل غريب إلى وطنه سالما ومن يحتاج إلى ذري اللهم ارزق الذري يا أرحم الرحمين سهل أمور المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وآله ببركة محمد وآهل محمد وبركة الإمام السجاد عليه الصلاة محمد وأهل محمد هكذا علمونا محمد وأهل محمد هكذا علمونا محمد وأهل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام فذوبوا في الصحيفة السجادية ذوبوا في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كما ذابوا في الله تبارك وتعالى صلى الله على محمد وآله المعصومين